حتى اليوم هناك هدوء حذر يسيطر على ضحية بيروت الجنوبية منذ ليل الأحد الأثنين الماضي وضحية بيروت الجنوبية لم تشهد أي غارات جديدة في تلك البنطقة هذا الهدوء كان قد سبق وعشته في فترات ماضية ضحية بيروت الجنوبية وتوقفت فيها الغارات لأيام ولكن عادت تلك الغارات وتجددت على الضحية خاصة عندما كان هناك مثلا استهداف لمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي من يمين نتنياهو كان هناك فترة من الهدوء ولكن كان قد قسر هذا الهدوء وعادت الغارات لذلك الهدوء التي تشهده ضحية بيروت الجنوبية لا يعني بأنها باتت خارج الاستهدافات الإسرائيلية هناك دائما تخوف من عودة تلك الغارات علما بأن أيضا الجيش اللبناني خلال الأيام الماضية كان قد أعلن في أكثر من بيان بأنه يعمل على تفجير ذخائر غير منفجرة داخل ضحية بيروت الجنوبية خلال هذه الأيام الهادئة التي كانت قد شهدتها المنطقة ولكن عدا عن ذلك حتى الآن يمكن أن نقول بأن الهدوء لا يزال يسيطر على بيروت وعلى ضحية بيروت عدا دائما هناك دائما تحليق لطائرات الاستطلاع وأحيانا الطيران الحربي الإسرائيلي فيما يتعلق غنوة بالزيارات التي سيقوم بها مبعوثاء الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل وهي متعلقة بشكل كبير أيضا بلبنان الأجواء في لبنان ماذا تقول؟ ما الذي ينتظره لبنان من هذه الزيارات؟ خاصة أن تأتي في وقت يتم الحديث فيه عن قرب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار لبنان يقول بأن هناك فعلا مفاوضات لكن بعض الوزراء أشاروا إلى أن تلك المفاوضات لا تزال في بدايتها أوصات رئيس مجلس النواب نبيه برية الذي هو اليوم يعني يعتبر المخول الأول أو خاصة أنه هو من يكون بالحوار مع حزب الله في لبنان قالت بأن الزيارة الأخيرة لهوكستين كانوا قد تحدثوا فيها حصريا عن تطبيق القرار 17-01 وكيفية تطبيق هذا القرار الآلية لتطبيقه وبأن هناك يعني لهوكستين سيحمل أجوة لبنان إلى إسرائيل وبعدها إن كان هناك أي أجواء إيجابية يمكن أن يكون هناك عودة لهوكستين إلى بيروت ولكن أيضا أوصات بري كانت قد تحدثت بأنهم لا يتوقعون الزيارة قريبة قبل الانتخابات الأمريكية طبعا كل تلك المفاوضات خاصة التي بدأت بعد تحول الحرب إلى حرب شاملة في لبنان هي بارقة أقله بنافذة أمل للبنانيين بأنه أقله هناك الحديث عن حل وليس عن حرب طويلة على غرار ما حدث في غزة حرب عنيفة وطويلة على غرار ما حدث في غزة ولكن أيضا هناك إسرائيل تطالب بأنه في حال كان هناك تطبيق للقرار سبعة عشر سفر واحد بأن يكون هناك ضمانات بعدم تسلح حزب الله من جديد بعدم بناء أنفاق في كرة جنوب الليطاني الحديث عن وجود قوات جديدة لليونفل على الكرة الحدودية من بلدان مختلفة خاصة فرنسا وبريطانيا وألمانيا كل تلك يعني ربما هذه تنطوي تحت الآليات تطبيق القرار سبعة عشر سفر واحد ولكن لبنان يرفض أن يكون هناك حذر بري وبحري وجوي ونذكر المشاهدين غنوة بأنه حينما كان هوكشتين في لبنان وغادر قال بأنه سيذهب إلى إسرائيل يستطلع الأوضاع وعلى حسب الجواب من قبل إسرائيل سيتحدد إذا كان سيعود إلى لبنان أم لا شكرا جزيلا لك مرسلة الحدث غنوة يتيم كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك